يا مساء الفل لليلة رمضانية جميلة اتشال فيها كروش اتحاد الكورة اعلن عن رحيل كروش من المنتخب بعد ما كان فيه يعني اتجاهات كده انه هو هيكمل وهو انسب واحد والكلام ده كله فجأة كده اتفاق بالطراضي واتشال كروش انا علع عن موضوع سريعا كده وشوات الاحداث اللي حواليه ونشوف برضو الدنيا ماشية ازاي سحينا كده فجأة لقينا اتحاد الكورة خلاص مش مكمل مع كروش وبيشوفه مدير فني تاني يمسك المنتخب الفترة اللي جاي كروش كان مفروض ان هو يكمل لحد يعني شهر تسعة اللي جاي ده او لحد شهر اتناشر تقريبا لان لسه عقده مخلص ولكن هما فسخوه بالطراضي وكل سنة وانت طيب وبتاع هو اصلا كان قال قبل كده على تويتر بعد الاخفاق في كاس العالم انه ماشي وبتاع هما اللي قالوا له ايه استنى ما نشوف الدنيا ونتكلم مع بعضينا واخد اجازة وريح وبتاع لحد ما نبعد لك تقريبا كده لقوا ان الوضع العام مش مش احسن حاجة وشالو يعني كروش اللي طلعنا من دوري من اسمه ايه بطولة العرب قال لك لا ده انا هدف الاسمه كاس العالم خلنا امم افريقيا طلعنا منها قال لك ما انا قلت الاسمه بتاعي كاس العالم رحنا كاس العالم طلعنا منه قال لك شكر افاشنا فيه ازاي ما عرفش كل الدنيا بتقول يا جماعة احنا ما بنلعبش مع كورة يا جماعة ما ايه الجديد طب ايه اللي احنا ايه الشكل اللي احنا بنعمله اه اكتشف ناس جديدة زي عمر كمال عبد الواحد ومحمل عبد المنعم وتيت وشريت ما اي مدرب بيكتاشي فيها انت طب ايه الاضافة ايه الاداء ما فيش اي حاجة خالص ما بنلعبش كورة بنستنى اما نتعادل ونلعب ضربات جزاء واحنا محظنا في ضربات الجزاء حتى في ضربات الجزاء ما مشيتش معانا في الاخر لان فيش فرقة طول عمرها بتعتمد على ضربات الجزاء لازم هتضيع ولازم هتخيب يعني مش طول الوقت هتصيب فكان الراجل ده اخر ان هو يعني ها يحرز هدف يتعادل بتاعه ويوصل لحد 120 ديئة او تمامه بيدافع واليقل بدانيه والكلام ده كله تم كوبر كان بيعمل الكلام ده ايه المشكلة يعني ده كوبر كان تسيد المعلمين في الدفاع وقلنا قبل كده يا جماعة منتخب مصر اخروا يدافع امكانيات لعبتنا دلوقتي كده تسيموا الراجل وصلنا نهاية امم افريقيا ووصلنا كاس عالم ومشينا برضو احنا شعبنا مرود احنا شعب من فاهم نحب اللي ييجي بعديه دينا على ادماغنا وجبنا اجري وجبنا حسام البدري وجبنا كرش ايه هو الجديد ولا اي حاجة كله ورا نص الملعب بدوبك محمد صلاح اللي بيجري قدام وما بقاش بيجري قدام فيعني مش عارف والله الواحد يعني اتشال زي ما اتشالش اقعد زي ما اقعدش المنتخب هو هو بنفس شكله كده بقالنا فيه فترة كبيرة قوي لا بيتقدم ولا بيتأخر بندافع وبنسيب على ربنا ودعوات المصريين وخلص على كده لا بقى عندنا اطموح ناخد بطولة ولا بقى عندنا اطموح نوصل كسعالم واخرنا ها بالزق بالزق يعني ولكن تسأل الميت مليون يقولك ما نستحقش نوصل كسعالم السنغال او تستحق لعبة رايح جاي سيبك بقى من الجمهور والازايز والكلام كله اللي ترمد اكون تسأل الدنيا يقولك الامم مشينا فيها كده واحدة واحدة وضربات جزاء وبتاعهم مشت معانا عشان احنا شعب طيب وغلبان ولكن كأداء مفيش فانا موافق جدا على رحيل كرش لانه مضافش حاجة للمنتخب اكتشف ناس جديدة الناس دي هتطلع في يوم من الايام مش مش جايبين كرش ودولاراته والدنيا وبتاع عشان يكتشف محمد عبد المنعم وعمر كمال يعني كان ان شاء الله هيكتشفوا الفترة اللي جاية من غير اي حاجة ولكن كأداء مفيش اي حاجة وخلص مع المنتخب مشي كرش واحنا متفقين يعني متفقين على رحيل كرش البداي اللي اطرحت اليومين اللي فاتوا دولت شوية مصريين على شوية اجانب طب من المصريين يعنوا سامة المرشحين حسام حسن اهاب جلال احمد سامي حسن شحات اربع مديرين فنيين مصريين مرشحين لكدادة المنتخب اهاب جلال اتقال اسمه قبل كده ساعة حسام البدري وكان اقرب واحد حصل مشكلة والجهاز ومش الجهاز وانسحب ويه جابوا حسام البدري حسن شحاتة غني عن التعريف مش انا اللي هتكلم عنه ولا اي حد هتكلم عنه ده راجل مسك الحقبة الاعظم في تاريخ منتخب مصر بالبطولات بالارقام بكل حاج ده راجل كان بسلام عليكم بنكسب تلاتة عليكم السلام بنكسب اربعة المجموعة احنا اول اصلا كده كده في امم افريقيا بناخدها كلها اسح تلت بطولات اسح متهزمش فيهم ماتش التلت بطولات ستة وتمانية وعشر اداء ولا اروع فحسن شحاتة المشكلة بس بيتكلمه انه هو في السن وانه هو كيبر قوي ويعني عندك سبيل المثال فرير في الزمالك خمسة وسبعين سنة واقف على الخط وبيدرب وابتدى الزمالك يبقى ليه بصمة شوية معه فرير فالسن مع الراجل ده انا مقدرش يحكم هل هو اللي يقدر يحكم قادر ان هو يقود المنتخب وقادر ان هو يسافر ويعمل وتمارين ومعسكراته والكلام ده كله حسن شحاتة طبعا غني عن التعريف مش محتاج ان انا اتكلم عنه حسن اسمه ايه احمد سامي وجه جديد بيمسك كل فرقة بيلعب كرة محترمة كرة جماعية فكر جديد فحب ان هم يدخلوا الراجل ده في المنظوم حسن حسن اللي الناس بتطالب بيه بقى لها تلات اربع سنين في ناس موافقة وفي ناس مش موافقة يعني ده راجل روح وجرين تبس بس مفيش اداة وناس بتقول لا ده كل فرقة مسكها عمل اداء وشكل وروح وكل حاجة تختلف يعني الاربعة بصراحة اسامي كويسة جدا وسمعت النهار ده كان مدرب اجنابي كده فيلر وفيلر سمعت برضه قاريت ان هو رفض يعني رفض ان هو يجيب مصر فيلر بياخد مرتبات خزعبلية يا جماعة اللي كان ماسك طبعا الاهلي وشوفنا كرة مع الاهلي مع فيلر غريبة يعني والنهار ده بقى قاريت خبر كده ان هنري في الصورة هنري مين تيري هنري تيري هنري بتاع فرنسا في الصورة ان هو يمسك منتخب مصر وكم اسم تاني كده يعني ممكن ما يكونوش ايه مهمين اوي بالنسبة العودة كوبر او الكلام ده كله يعني دي كلها اراء في اتجاهات في اتحاد الكرة ما نباردك بقرى شوية اخبار يعني ايه وبقرى شوية معلومات احنا بنتناقش بس ان المدرب يكون وطني الفترة اللي جاي طيب فيه فيه اعتراض هنا في حاجة قالك ان محمد صلاح بيتجاهه لمدرب اجنابي ما محمد صلاح دلوقتي ليه اختيار وليه بصمة وليه نجيب مين يا عمينة وطب ايه رأيك يا عمينة والجهازي بقى ده اللي بيتقال انا مش اقعد معهم يعني مش اقعد معهم في الفندو فا ده اللي بيتقال ان الراجل بيختار الراجل ده احنا هشوف نبي يختار من اللي هشوت ضربات الجزاء في الامم فالراجل اللي كلمة يا عم صلاح ايه رأيك في مدرب وطني ايه رأيك في مدرب اجنابي ما تستبعدش الكلام ده كله ده بيحصل ده من اهم تلات لعبة في العالم فاكيد بيسألوه يعني ان نتفق بقى ونختلف في الموضوع ده صح ولا لا اي قراء يعني بقى لاش كل واحد ايه خلي رأيه لنفسه في الحتة دي علشان ما نقلبش على بعضنا عشان سيرت صلاح لما بتيجي الناس ايه بتزوم على بعض انا بحبه وانت ما بتحبوش وده ومش خسارة فينا ويعام ما تجيش واحنا اصلا ملناش في الطيب نصيب وكل واحد برأيه فقرأت كده ان صلاح بيتجه ليه للمدير الفني الاجنابي واصلا كنت قري قبلها ان هو عايز كروش يكمل بس ايه اللي خلاهم شلوه اسباب بقى من جوه الدين هنبقى نعرفها مع العرفة بعد كده سنة سانتين ولا حاجة لما يصطدفوا الناس ويعترفوا زي الحلقة بتاعت حسام البدر فبيكترح ان هو او بيقول ان هو مش مدرب مصري فالاربع المصرين كده ممكن يسقطوا طب مين الاجنبي انا ما عرفش والله ما عرف طب هل المنتخب شاغل الناس الايام دي بنسبة خمسة في المية اه وبنسبة خمسة وتسعين في المية لا لحد عارف المنتخب هيلعب امتى تاني ولا حد عارف المنتخب داخل بطولة ايه ولا معادها ايه ولا اي حاج المنتخب هيخش الامم السنة اللي جاي تصفياتها امتى محدش متابع هنلعب مع مين محدش متابع ليه المنتخب اصلا افقدنا السقة فيه يعني خلانا كده ما بقناش عايزين نتابعه فيه ارفة منه احنا احلو الدوري اهل وزمالك ونخبط في بعضينا ودوري ابطال افريقيا ونخبط كونفدرالية والاندية بقت زي الفل مش زي الاول او مش زي زمان لما كنا عايزين المنتخب وطيط تريط تريط مصر والجودة بقينا كده هتحس ان احنا عندنا فهم وانا متأكد انت سمعني دلوقتي وبتقول اه يا أسانة صح انت معك حق فما حدش فرق معا مين اللي يمسك المنتخب وطني مصري اجنابي والله ما فرقه ولا الناس عارف هيلعب تاني امتى ولا هيشارك امتى لان اصلا خلونا نتخنق ونكره المنتخب حب بلدنا بس تتخنقنا من المنتخب فانا كنت طالع يعني اتكلم كده فاطفت معكم بكلمتين عن رحيل المدير الفني اه انا موافق ان كروشي يمشي لانه ما اضافش اي حاجة للمنتخب شوية اكتشافات كده كانت هتيجي مع الوقت ومش دي بردو اللي احنا ندفع فيها ملايين ودولارات وما خدش ولا حاجة دخلها طلع من بطولة العرب طلع من امم افريقيا طلع من كاس العالم عايز اي تاني هتستنى اي تاني بيوصل اي نهائي بس بالصبر يعني بتلوح الروح بالبلينات بالوقت الضايع بشوات اليكا والروح الوعي عزيما اللي عند البناء دا من مصري بس ما فيش اي انتاق خالص ولا في اي كرة ولا فريعا فانا مع رحيل كروش واي اسم من الاربع المطروحين المصريين كويس اهاب جلال كويس رجل بتاع كرة وباي فرقة بيمسكها حقيقي بيحصل فيها بصمة وبيحصل فيها اداء وتطور حسن شحاتة غني عن التعريف ومش هنا اللي هتكلم عنه حسام حسن بقاله فترة كبيرة قوي في التدريب ومسك وراحه الاردن وعمل تجربة كمان دولية مش تجربة اندية بس ورجل محترم يعني ومدير فني قوي وشخصية قوية وتقريبا يعني اسطورة يعني مش تقريبا ايه اسطورة من اسطير مصر واللعبة كلها بتحترمه سواء ادامة او جدادة واحمد سامي ممكن يكون اقلهم في الاسامي شوية ولكن هي تجربة جديدة يعني اسم ظاهر مسك اندية وغيرها وكان لها شكل وكورة ولكن في ناس كتير قوي بترجح انه يعني ايه مش وقته المنتخ مش احمد سامي اللي يمسك الفترة دي او مدير فني اجنبي اي اجنبي يا معلم مش فرقة كلهم بيبقوا زي بعض شوية دولارات على شوية مش عارف ايه في حماسة في الاول وانا هعمل مؤسكر وانا هجيب دوت وانا هجيب ده ويروح الاستادات يتفرج وبتاعه ويكتشف لعب واتنين وثلاثة جداد وفي الاخر اجيري زي كروش زي مش عارف مين زي اي حد مسكوا المنتخب الفترة الفاتح كلهم شكل بقى فالمنتخب لرب اسمه الكريم يتولى بقى غير كده ده كان تعليق يعني على رحيل كروش وعلى الاحداث اللي دايرة واللي يحصل يحصل لان احنا اصلا ما بناش عندنا اهتمام خمسة في المية بالمنتخب وكل عام وانتم بالخير وخير رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين مين اللي يمسك المنتخب هنشوف مع بعض لما يظهر ساعتها باكتبولي هنا مين اللي يمسك المنتخب ورأيك ايه شكرا